لازلنا نتكلم عن سحر التصفيح وفي هذا المقطع بإذن الله جل وعلا سنتكلم عن أعراض سحر التصفيح عند المرأة وعند الفتاة كذلك فأبقى معنا في الفيديو هذا ومتمشي فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء إخواني أخواتي لازلنا نتكلم عن سحر التصفيح بإذن الله جل وعلا سنتكلم عن سحر التصفيح للمرأة والفتاة كذلك بإذن الله سبحانه وتعالى أولا نعرفه واحد القادية كيف يتم هذا السحر التصفيح بعض النساء الكبارات أو الجدات أو ربما ساحرات من اللي يريدون أن يصفحوا شيء واحد يكون واحد الجني داخل الرحم اللي يحفظ العدرية ديالها هذا هو سحر التصفيح أو بما يسمى بسحر الحماية ما يخليهاش يعني كيخليها ديما بقى بنتي ما يخليش أنها يفضل بكرة ديالها مهم أخوتي قد تكلموا على الأعراض ديال المرأة وكذلك البنت أولا شعور الفتاة بآلام حادة في رأسها وعينيها وأسفل ظهرها مع آلام حادة في الجانبين هذه هي أول علامة من علامات سحر التصفيح ثانيا تظهر بعض البقع الزرقاء على الساق الفتاة وفخديها على الرغم من عدم وجود أي مشكلة لديها في الصفائح الدموي ثالثا وجود آلام حادة في منطقة الرحم وخصوصا مكان وجود الجنة خاصة أثناء فترة الحيد هذه كذلك علامة من علامات سحر التصفيح رابعا الشعور بوجود وخز مثل إبر هذه كذلك علامة من علامات السحر التصفيح خامسا ومن علامات سحر التصفيح عند الفتاة العزباء وهو عدم انتظام الدورة الشهرية سادسا زيادة منحوضة في الإفرازات المهبلية لديها دون وجود سبب ذلك سابعا وهي العلامة الأخيرة وهو وجود تعطيل في الزواج أو رفض الزواج وهذا يكون بسبب الجنة أو خادم السحر المهم أخوتي كان هذو هما العلامات أو الأعراض ديال سحر التصفيح إلا كنتي أخطي عندك الأعراض هذو وبغينا نوضحه واحد المسألة أخرى ووش هالسحر ديال التصفيح يقدر يكون سبب تعطيل الزواج؟ نعم أصلا كتكون المرأة البنت اللي تصفهات يعني كتكون صافي عندها واحد الحاجز بينها وبين الزوج لما تحييتش دك السحر كتبقى وكاك إلى الأبد كينا بعد وحده ديالي شي خمسين أو مستنعم وباقم صفحة ما عارفاش كتقول هاد شي ربما عادي لارا هاد شي ربما عادي لك انتي عارفت راسك عندكم مشكل ديال سحر التصفيح رخصك تجير على راسك وتعمل الرقية شرعية موما خوتي بلاه من طوليكم كانوا هم أعراض ديال سحر التصفيح أو الحماية كثما كيسموه كان معكم مراد بودحون في الفيديو هذا لك انتي أول مرة دخلت القناة ما تنسيش الضغط لنزل الاشتراك وتفعيل الجرس ليسلكم كل ما هو جديد انطلقوا في فيديو آخر إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته